اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة أمنية تابعة لولاية أمن القنيطرة قبل قليل من يوم التلتأ خامس ماي لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لإيقاف شخص من دوي السوابق القضائي العديدة كان يحمل سكينا من الحجم الكبير وحاول تعريض حياة عناصر الشرطة للخطر وحسب بعض المصادر فإن دورية للشرطة تدخلت لإيقاف المشتبه فيه الذي كان يتبادل العنف مع شخص آخر بواسطة السلاح الأبيض غير أنه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة وهو ما اضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي مكنت من إيقاف المشتبه فيه وحج السلاح الأبيض الذي كان بحوزته وأفاد المصدر أن حادث إطلاق الرصاص لإيقاف عنصرين هدد حياة المواطنين والأمن للخطر عرف استنفارا أمنيا كبيرا بحضور والي أمن القنيطرة عوض الله محسون ورئيس الشرطة القضائية والسلطات المحلية تحت إشراف رئيس الدائرة الحضري العصام ورؤساء الملحقات الإدارية بمعية أعوان السلطة والقوات المساعدة وتم إدعى المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضاء الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بينما تم الاحتفاظ بالشخصين تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الإدريسي بعد إصابتهما بجروح جراء إطلاق الرصاص وذلك في انتظار استكمال إجراءات البحث والكشف عن جميع دروف وملابسات هذه القضية